البايهول هو عبارة عن مانع إعلانات بيشتغل على مستوى الدومين أو النطاق أو بمعنى آخر بيتعامل مع IP الموقع اللي أنا عمالي زوره على خلاف مانع الإعلانات التقليدي مثل اليو بلوك اللي بيشتغل على مستوى المحتوى فأنا وقت اللي بيكون عمالي استخدم اليو بلوك أوريجين فهو في عنده قائمة فيها مجموعة من المحتويات أو الكونتنت اللي بيعرفها أنه عبارة عن إعلانات وبيقوم بمنعها الاختلاف الثاني أنه البايهول بيشتغل على مستوى الشبكة اللي عندي فممكن أني استخدمه ثبته على جهاز واحد واستخدمه على كل الأجهزة اللي عندي في حين أنه اليو بلوك أوريجين أو أي مانع إعلانات من هاد القبيل هو عبارة عن extension أو إضافة للمتصفح اللي عمالي استخدمه بمعنى أنه إذا كنت عمالي استخدم أكتر من متصفح فلازم أني سبت هاي الإضافة على كل واحد من المتصفحات أو على كل واحد من الأجهزة فلنوضح كيفية عمل البايهول فلنقول أنه أنا في عندي الكمبيوتر اللي عندي هاد الكمبيوتر وأنا بدي يروح لموقع مثل الجوجل فموقعي أو كمبيوتري رح يبعد إشارة للDNS سيرفر فهون رح يبعد له إشارة رح يقول له أنه عطيني شو هو الIP الخاص بجوجل فالDNS سيرفر رح يستجيب ويقل لي أنه الجوجل هو عبارة موجود على الIP 172 طبعا هذا الرقم تخيلي ما برشو هو IP الجوجل بس ممكن أنه نحصل عليه فرح يقل لي أنه في عندي هاد الIP حصلت عليه ورح يقل لي أنه الموقع موجود ورح يرجع لي صفحة الجوجل طيب أنا وقت اللي ابعت الجوجل كمان هو بنفس الوقت عماله يبعت معه مو بس الجوجل عماله يبعت أنه في عندي إعلانات فالإعلان فيه له IP مختلف فالDNS رح يقل لي أنه هاد الموقع الخاص بالإعلانات ads.com فيه له الIP اللي هو 172 كمان رح نرجع ونحط رقم تخيلي ورح يقل لي كمان أنه حصلت على الموقع ورح يرجع لي إعلانات طيب هاد كيفية عمل الإنترنت نحنا ما رح نحكي لا عن شو هو الDNS سيرفر ولا عن شو هو الIP ولا أي كلام من هاد النوع ولكن لو قشينا واستخدمنا مع الكمبيوتر استخدمنا البي هول فبهي الحالة كمان أنا في عندي بدي يروح وزور الجوجل بس بهي الحالة في عندي البي هول فهلأ الكمبيوتري رح يبعت الإشارة للبي هول البي هول بيعرف أنه جوجل فيه له الIP اللي حكينا عنه اللي كان إلخ 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 رح يبعت هاد الIP لمين؟ للDNS سيرفر فالDNS سيرفر بيعرف أنه هاد الIP موجود فكمان رح يرجع لي الموقع موجود ويفتح لي صفحة الجوجل طيب بنفس الوقت لو أجيت الجوجل متل ما حكيت أنه عماله يبعت أكتر من request عماله يبعت كمان إعلانات فرح يجي ويبعت ads.com طيب البي هول بهي الحالة رح يتعرف أنه هاد الIP هو عبارة عن موقع إعلانات فبهي الحالة رح يغير الIP الخاص بهذا الجهاز للصفر أو لهذا الموقع اللي هو الIP وهمي معناه أنه لا ترجع لي أي شيء فهذا الIP ال0000 لو رح يروح رح يروح للDNS سيرفر بس الDNS سيرفر ما بيعرف أي شيء عن هاد الIP ال0000 فبهي الحالة لكم يتري شو رح يرجع لي رح يرجع لي أنه الموقع غير موجود هاد ببساطة كيفية عمل البي هول مثل ما حكيت بيشتغل على مستوى الـ domains أو النطاقات أو الIP address الخاص بالموقع اللي عمال يزوره هل هو فعال مية بالمية؟ أكيد لا لأن على سبيل المثال كل الإعلانات المدمجة اللي موجودة بيوتيوب أو بتويتش هاي مضمنة من ضمن DNS أو IP الجوجل بحد ذاته أو اليوتيوب بحد ذاته فبهي الحالة البي هول ما رح يمنع لي هاد النوع من الإعلانات فلحتى نثبت البي هول أنا ممكن أني ثبته على أي جهاز بديه أو حتى الجهاز اللي عمالي استخدمه بس إذا كنت بدي يثبته على جهاز تاني واستخدمه على مستوى الشبكة اللي عندي فلازم خلي ببالي أنه هاد الكمبيوتر اللي موجود عليه الباي هول لازم يكون شغال 24 ساعة لحتى الأشخاص التانين اللي موجودين بالبيت اللي عماله اللي يستخدموا شبكتي ما يجوي قلولي ليش النت فصل وقت اللي عمالي أطفي الكمبيوتر أما إذا كان في عندي راسبري باي فرح حطه عليه والراسبري باي بالأساس ما بيستهلك طاقة وممكن أني خليه شغال 24 ساعة هلأ اللي رح نعمله أنه رح نثبت البي هول ضمن داكر على أرش لينوكس باعتبار أنه شفنا كيف ممكن أن نثبت الداكر على أنظمة غير أو على توزيعات غير الأرش فرح نعمله على أرش ولكن في عندي نقطة رح أحكيها وقت اللي منصولها إذا كنت عمالك تستخدم توسيع مثل الأبونت ومشتقاتها أو الردهات في دورة ومشتقاتها في عندي خطوة رح تكون مالها موجودة بالأرش هلأ كمان رح نشوف كيف رح نعمله على مستوى الشبكة هاد الكلام رح يكون مرتبط بنوع الراوتر اللي عندك فما فيني أحكي عن كل الراوترات رح أشرح بس الراوتر اللي عندي وأنت بتطبق نفس الكلام على الراوتر اللي عندك إذا كنت بدك تعمله على مستوى الشبكة فخلينا أول شي نجي للأرش لينوكس أول شي لازم أني سبت الداكر وبعدين نشوف كيف رح نسبت البي هول فرح نجي للتيرمينال وبكل بساطة رح نقله السودو باكمان داش اس رح نقله الداكر داكر داش كومبوز مع أنه ما رح نستخدم الكمبوز اليوم ورح نقله كونتينر دي فهلا رح نستنى لا يخلص تثبيت الداكر طيب بعد ما انتهى تثبيت الداكر على آرش في عندي خطوطين لازم أني أعملهن تثبيت الداكر على آرش ما بيفعل الخدمة فلازم أني فعلها في حين أنه على توزيعات تانية بتم تفعيلها بشكل أوتوماتيكي فرح نقله سودو systemctl enable dash dash now ورح نقله docker dot service وكمان لحتى ما استخدم السودو رح نقله لحتى ما استخدم السودو كل مرة بدي اكتب فيها داكر فرح نقله سودو logout خلينا نأتي لـ firefox ونأتي لموقع الـ pie hole ومن الـ pie hole سنقله docker install هلأ هون في عندي بـ running pie hole docker في عندي السكريبت اللي بدي أحملها فرح أضغط عليها ورح نأتي ونقله row رح أنسخ المحتوى بالكامل ورح نرجع لـ terminal أول شي رح أعمل مجلد جديد ورح نسميه pie hole فرح أقله make deer ورح نسميه pie hole and and رح أنتقله هاد المسار فرح نقله and and cd pie hole بعدين باستخدام أي محرر نصوص رح نفتح env ورح نقله docker underscore pie hole dot sh ورح ننسخ ورح نلسق المحتوى اللي نسخنا هلأ هاد المحتوى بشكل عام ما في داعي أن يغير فيه أي شي باستثناء إذا أنت كنت عمالك تستخدم إذا في عندك موقع عمالك تستخدم مشغال على هاد الكمبيوتر وبيستخدم الport 80 فرح نيشي للسطر اللي فيه dash p 80.80 وبالقسم اليسار وليس القسم اليمين يعني قبل النقطين رح تحط IP مختلف عن رح تحط port مختلف عن port 80 هلأ أنا باعتبار أنه ما في عندي أي أي بورتات مفتوحة أو أي بورتات عمالي استخدمها فما رح غير أي شي بهذا الكمبيوتر هلأ بعدين ضل عندي بس أني أول شي هاي السكريبت لازم أني أعملها executable فرح نقل shmod plus x و docker dot sh فبحال ما كنا ضايفين اليوزر لمجموعة docker فرح نقل sudo نقطة slash و docker هلأ رح يبتدي يسحب كل الكنتينر من الانترنت ويفعل الخدمة ونستنى لحتى يخلصها طيب هلأ مثل ما اللي شايف أنه الكنتينر على arch شتغل مباشرة وما عطاني أي error مثل ما حكيت بالمقدمة لو كنت عمالي ثبت هاي الخدمة على توزيعة مثل ubuntu أو fedora فرح يعطيني error لحتى نحل هذا error أول شي رح نقول sudo systemctl disable dash dash now systemd dash resolve d.service هلأ على arch ما عمل أي شي لأنه هاي الخدمة بالأساس مالها مفعالة وبعدها وقت اللي عملت هاي الخطوة فما رح يعود في عندي اتصال بالانترنت لحتى ارجع ويشتغل عندي الانترنت رح افتح مع أي محرر نصوص فرح نقول sudo الملف التالي اللي هو sudo nvm اللي هو slash etc slash resolve dot conf رح اشي للسطر اللي في name server ورح حط أي ip رح نحط اما نستخدم dns google أو dns cloud flare أو اي واحد بدك هذا الوضع مؤقت هلأ بعد ما نشتغل الكنتينر رح نغيره بس وقت اللي رح تغير هاد dns رح نقل له واحد 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 اللي هو خاص بال cloud flare أو رح تقل له 8 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 ورح نحفظ هاد الملف هلأ خلينا نشوف نحنا عنا الكنتينر شغال فأنا بدي استخدم ip الخاص بالكمبيوتر اللي عندي اللي موجود عليه الpie hole فعلى بالترمينال رح نقل له ip dash c a لحتى شوف شو هو ip الجهاز اللي عندي هلأ بحالتي أنا باعتبار انه على ماكينة افتراضية بس أنا في عندي بعرف انه الشبكة اللي شغال عليها أو الانترفيس اللي هي emp 1 s 0 والip الخاص فيها اللي هو هاد الرقم فرح اعمل له عملية نسخ ورح ارجع لنفس ملف الريسولف ورح عادله فرح نقل له sudo nvim slash etc slash resolve ورح نجي ل name server ونحط ال ip اللي نسخته طيب هلأ صار في عندي ال ip وصار في عندي ال docker شغال لو اجينا وتأكدنا أو الكنتينر فلو قلت له docker ps docker ps فرح شوف انه عندي ال pi hole شغال النقطة اللي مسحت الشاشة قبل ما شوفها اللي هي شو هي ال password اللي عطاني ياها طيب خلينا نغير password الواجهة اللي رح نفتحها من المتصفح لحتى غيرها على docker فرح نقل له sudo docker exec dash it رح أعطي اسم الكنتينر اللي كان pi hole وبعدين بدي أعطي ال command اللي بدي يغير فيه ال password اللي رح يكون بهاي الحالة كمان pi hole لا ننسى انه ال pi hole الاولى هي اسم الكنتينر في حين انه ال pi hole التانية هي ال command اللي رح استخدمه فرح قل له pi hole dash a اللي هي ال admin وبعدين dash p لحط كلمة السر الجديدة وهو بطبيعة الاحوال لازم اني غير كلمة السر لانه كلمة السر اللي حط لياها هي كلمة عشوائية فشو كلمة الجديدة اللي رح حط لازم اني حط كلمة قوية طبعا انا رح حط كلمة عشوائية رح نسميها no for فهلأ صار في عندي كلمة السر اشتغلت خلينا نفس الجهاز عمال يستخدم pie hole على نفس الكمبيوتر فرح نقل له localhost slash admin مثل ما اللي شايف طلعت عندي واجهة الpie hole طيب شو كلمة السر اللي حطيناها كانت ال no for هلأ مثل ما اللي شايف مباشرة انه عماله ياخد بعض المحتويات بس لسه عماله يعمل اي حجب ما عمل اي حجب لحتى نشوف اذا اشتغل عندي ال add block ولا لا خلينا نجي لأي موقع فانا رح اجي ل add block test ونجي لهذا الرابط خلينا نشوف ال pie hole رح شوف مباشرة انه ابتدى شوف شو هي ال dns او ال ip او المواقع ويحجب ليها شايف عندي ال queries blocked صار عندي مقدار 148 اللي هي 38 بالمية من كامل ال request اللي بعدتها خلينا نشوف هذا الموقع مثل ما اللي شايف انه مثل ما حكيت ليس بكفاءة انك تستخدم ال u block origin بس حزف لي 72% من الاعلانات اللي موجودة على هاي الصفحة لو اجينا لموقع تاني خلينا نروح لل يوتيوب عمال يشوف انه على الواجهة او بالداشبورد يعني في عندي update بشكل اوتوماتيكي بالreal time كمان شايف بس مثل ما حكيت على يوتيوب ما رح يحجب لي كافة الاعلانات هات اذا كنت بدي بدي شغل ال ip او بدي شغل ال pi hole على نفس الكمبيوتر اللي عمالي يشتغل عليه طيب لو كنت بدي استخدم ال pi hole على مستوى الشبكة فبهي الحالة رح اجي وافتح الصفحة الخاصة بالراوتر اللي عندي طبعا لازم ان يكون بعرف شو هو ip الراوتر اللي عندي فرح نقول له يعني بالأعمل الاغلاب رح يكون 192.168.0.0.0 او نقطة واحد انا بعرف اللي هو 192.168.0.1 رح دخل اسم المستخدم والباسورد الخاصة بالراوتر طيب بعتذر انه المحتوى باللغة الاسبانية لانه الراوتر اللي عندي شاريه هون طبعا اللوكالي بس رح تكون الخطوات متشابهة انت بترجع لمصنع الراوتر اللي عندك وبتشوف شو هي الخطوات اللي بهمني بحالتي انا اني اجي للقسم اللي فيه dhcp ورح اجي للقسم اللي فيه dns انا عندي هون اسمه puerta dllc انت بتشوف لا عفوا اللي هو dns وبتغيره لاي بي الكمبيوتر اللي موجود عليه الباي هول بتحطه سواء هلا انا بعرف انه هاد الرقم مختلف عن الرقم اللي شفناه بالمثال لانه هاد الباي هول التاني اللي انا شغال عليه على مستوى الشبكة بهاي الحالة وقت اللي بتحطه طبعا بعدين رح قل له save او guard او حفظ فبتحفظه وبتستنى عليه بعض بضعة دقايق لحتى انه يقوم بعمل لدن اس الجديدة وياخد الدن اس سيرفر الجديد وبهي الحالة بيكون الباي هول شغال على مستوى شبكتك بس برجع وبأكد اذا كنت بدك تستخدم هاد الكمبيوتر كباي هول لازم انه يكون شغال دائما او اذا كنت بدك تعمله على مستوى الشبكة لحتى ما ينفصل النت وقت اللي تطفي الكمبيوتر وبأمان الله موسيقى